اتهام هاي التحرير الشام بالتخابر مع التحالف للتخلص من الخصوم لا يأتي من فراغ أولاً لأنه اللافت هو أنه المستهدف من التحالف أو العبوات الناس في مجهولة المصدر هم دائماً المعارضين للجولاني هذا بالرغم من أنه الجولاني مدرج على قوائم الإرهاب ومرصود لمن يدلي بمعلومات عنه مبلغ 10 مليون دولار لكن نجده يجلس في إدلب يستقبل وفود الصحفيين الغربيين يتجول في العيد في مطعم وشوارع المدينة بلا خوف من طائرة مسيارة أو صاروخ عبر وثانياً تروى قصص وتسرب معلومات عن أن الهيئة ترصد تحركات قيادية في حراس تحديدة ليثبت بعد أيام أو أشهر أنهم قتلوا بشكل أو بآخر ومن ذلك ما يرويه حساب مزمجر الثورة السورية على تيلجرام أنه خالد العروري أبو القسام الأردني القيادي الكبير في حراس الدين ضبط أبو مريل القحتاني القيادي في الهيئة وهو يراقبه ويرسد تحركاته وكان هذا قبل محاولة فاشلة لاغتيال العروري في 14 يونيو 2020 قتل العروري في قصف للتحالف استهدف سيارته قرب مسجد شعيب في وسط إدلب ومثل هذه القصص كثيرة وتروى في إدلب حتى صار مثلا بين المعارضين أنه من يسلم من الجولاني يتلقاه التحالف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة